قامت وزارة الداخلية بتوزيه مساعدات عينية على قاطنية المناطق الحضرية الجديدة يتدلك استمرارا لدور الوزارة المجتمعية بمناسبة عيد الأطحى المبارك اهتمام الدولة بقاطن المناطق الحضرية الجديدة لم يقتصر عند حد توفير سكن كريم لهم بل يمتد إلى تقديم رعاية اجتماعية وإنسانية وهو ما حرصت عليه وزارة الداخلية من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية حيث تواصل تقديم الدعم والمساندة لقاطن تلك المناطق وهو ما تجلى في إفاد مأموريات من الوزارة لتوزيع بوات غذائية عليهم بمناسبة عيد الأطحى المبارك وتحت ما ظلت مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية ربنا يخلينا الرئيس ويبارك لنا فيه وينصر على مين يعديه وفي كل مناسبات مش نسينا وسافرنا والحمد لله وربنا يبارك لنا فيه ووزارة الداخلية كل سنة هم طايبين بيتواصلوا معنا على طول كل سنة هم طايبين وشكرا للرئيس وبرك الله فيه جميع المناطق الحضارية الجديدة التي أنشأتها الدولة شاهدت دعما من وزارة الداخلية تجسد في الحرص على التواجد وسط قاطن هذه المناطق باستمرار وتوزيع بوات غذائية عليهم كمساهمة من الوزارة في تخفيف الأعباء عنهم وقد تم تجهيز أماكن مناسبة لاستقبال الأهالي بهذه المناطق لتوزيع المساعدات عليهم والاحتفاء معهم بعيد الأطحى المبارك إشادة كبيرة من قاتل المناطق الحضارية الجديدة بالدور الاجتماعي والإنساني الذي تؤديه وزارة الداخلية وبحرصها الدائم على دعمهم في كافة المناسبات وزارة الداخلية سبقة دائما كعادتها لدعم أهالي المناطق الحضارية الجديدة والوجود المستمر بينهم لتخفيف الأعباء عنهم في مجتمع جديد يسعى إلى توفير حياة كريمة لكل المواطنين